موسيقى تتوسع رقعة الاشتباك جنوبا هل سوف تتطور الأمور رنوبا خصوصا بعد كلمتي الأمين العام لحزب الله سيد حسن أسر الله خصوصا بعد التطورات الميدانية يعني اليوم وعلى سبيل المثال للحصر كان فيه استهداف لأربع أو خمس مواقع عسكرية بظرف ساعات قليلة طبعا استهداف لمراكز عسكرية للعدو الإسرائيلي من قبل المقاومة هذه الرقعة ستتسع خلينا نكون دائمين بهذا الموضوع لأنه فعلا عم يلعب بعصاب اللبنانيين إلى مستويات عالية جدا ومعهم حق يعني عم نسمعهم الإعلام واللي عم نشوفه بيخلي الجو مثل ما بيقوله فلان قال وهي ديك حكي وبكرة وبعد بكرة وكأنه قصة تكبيس الزرار لعبة على الكمبيوتر صارت وعم نشوف محللين وكثرة حكي خلينا نلاحظ نقطتين أساسيتين بها اليومين أول شيء ولابد يعني هذه الجبهة اللبنانية أيضا يعني هذه الجبهة اللبنانية الذي يقوله هنقلنا آه ونقلنا لا واللي بده واللي ما بده هو المقاومة الإسلامية اللي التقل الأساسي فيها حزب الله لبل هي كل حزب الله وبالتالي وبالتالي قيادة الحزب وقيادة المقاومة هم الذين يأخذون الصراع اليوم في هذه الجبهة الشمالية نعم واضح قالوا آه وقالوا لقاعدة كله تحكي لا طبعا طبعا طيب إذن الملاحظتين اللي بنأخذهم بعين الاعتبار حتى نجاوب على قصة في حرب ولا ما في حرب نعم أو هل اللبناني بيروح ببنت لأنه بصار هجرات مقصمة يعني من هجر عشرين كيلومتر بعشرين كيلومتر بعشرين كيلومتر هذا للأسف إنه هيك طبعا بدون وبيظل الظروف ما في تنظيم للموضوع رغم محاولات هذه بنرجع بنحكي فيها بعدين طيب الملاحظة الأولى البيانات بالشكل البيانات لحزب الله أصبحت أو للمقاومة وأنا بحب أقول المقاومة لأنه بالنهاية صحيح نحن نعتبر حالنا كلنا منقرطين ضمن هذه المقاومة هذه فلسطين طبعا كل واحد بيقضي دوره بالحجم الطريقة نعم اللي بيقدر فيه على طريق القدس ودعما لأهل غزة هذه مثل ما بيقولوا بالشكل هذه بلشت البيانة طبع اللي عمينزاء من الأعلام الحربي للمقاومة عم يربط بكل وضوحة الاشتباكات وتطور العبل العسكري في الجبهة اللبنانية بالتطورات بغزة واضحة يعني ما بدأ كتير حكي فيها نطر لهم نطر لهم أنه السيد حسن واللي مثل ما قلنا أنه هذه هي الجبهة الجبهة اللبنانية نسميها شأنها مقابينا قائد القائد الأساسي فيها هو السيد حسن لأنه هو قائد اللي عبي قطلع على الأرض قال بوضوح في ناس بدأت تسمع ناس ما تسمع الواقع الميداني هذا طبعا مش بحرفيتها الواقع الميداني أو تطور العمل العسكري الميداني هو الذي يعطي الأمر مش سيد حسن هلأ ناس صارت تفسرها كل واحد تفسير متل ما بده تعرف اسم الله عنا 30 مليون محلل عسكري في لبنان صار مثل العادة واضح الكلام المقصود وأنا هون من كل المتابعة كلماني عم بدخل مع المحللين العسكريين المقصود هو الواقع استراتيجي العالي الذي يتعلق بما يجري بميدان غزة بميدان غزة التطور في ميدان غزة وهون من كلام متابعتنا كمان ومن كلام اللي نحن الجزء منه عم نقول مش واردي يسمح مش واردي يسمح للجيش المنهار الجيش العدول السائل اللي هلأ نازل دبابات وطيران متل متل شي فصيل بشي محل بالاشتباكات ودمار وتدمير وقتل وجرائم مش واردي ينسى محلو يحقق إنجاز استراتيجي عسكري على أرض غزة طيب مش واردي قليل نكمل لك لذلك لذلك اللي عم بيقود هذه الجبهة في ربنان عم بيوازن بكل دقة بين المعادلة الداخلية اللي هي مسئولية كبيرة طبعاً هي مسئولية كتير كبيرة طبعاً لأنه الداخل متصدع هلا بنحكي بالتصدق نعم هلا بنحكي بالتصدق ولكن مسئولية كبيرة المعركة بهالحجم تتطلب عيارات يعني بتزيني من الميزان بيكون بالنانو تاك مش بالنانو تاك معادلة داخلية والمعادلات الأقليمية اللي هي هلا كل المعادلة الأقليمية منصبوها بخان يونس وبرفح وواضح وبغزي وبتدارك بلح هاي دي كلها هوني هاي دي المعادلات الأقليمية حتى الان يا لبنانيين اتطمنوا من كده للمعارك اللي عم يشوفها حماس والقدساميون وجهد وصرايا القدس وكتاب شهاد العكس وكتاب ابو علي مصطفى وكتاب كل الفصائل الفلسطينية لا تزال تقاتل ومبين حتى من ناطية يعني على الأليل الصمود صمود موجود أد ما برعنا يعني مرعنا الشهر بشوي الصامدين الشباب من خلال اللي عم نسمعوا العملية إذن طالما غزة صامدة وهذا الجيش لا يحقق إلا القصف والقتل والإجرام وبالمقابل يعني لما عم بحقق القصف والقتل والإجرام ما بدنا نضمد عيوننا وما نشوف أنه مبارحة بات بايدن كان في مظاهرة 25 أجل ما بدنا نشوف المظاهرات بلندن هذا كله ضمن قطر الصراح يعني هذا كله بيأثر إذن طالما غزة بخير وهذا بيقول له بخير لأنه هيدا الدم الطاهر طبع أولاد غزة هيدا 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 بيقوله داين برقبة كل الناس مش بس العرب وكل أحرار العالم ورغم الأهر اللي عم بيعشوا أحرار غزة ولكن طالما غزة عم بتاعتل صمودة وما عم بتقلي هؤلاء الجيش المنهاري حقق إنجازات استراتيجية وهون خليني ندخل على الإنجاز استراتيجي حتى نكون واضحين نعم الإنجاز استراتيجي الوحيد الوحيد اللي ممكن يحققه هؤلاء اليهود على عرض غزة يقص يفصت غزة أثمان أثم جنوب خان يونس ورفع وأثم شمالي غزة وده البلح وطبعاً عم بيحكي نعم هيدا المحل الوحيد بس ليه إنه غزة انقسمت قسمان ساعتها بدنا نبلش نفكر بتفتح الجبهة الشمالية ولا ما بتفتح وهون خليني وضع كل اللي عم نشوفه هلا بنتطوير للسلاح دخول الطائرات الانقضاضية نحكي عنها صواريخ بركان النوع الصواريخ جديد مش عم تفتح كل المواضيع مش هتخليني أسألوا الأسوار لأنه هاي مرتبطة بس نخلص الفكرة وسأله أنا رح اسمعلي لأنه بدي أسألك عن بركان بدي أسألك عن هاي ها اللي عم نشوفه هلا بركان والطائرات الانقضاضية المتطورة والسقط المسيرات نعم نحكي هاكي بس ديمو دي قدام الشيء لا يستعمل ديمو دي منيحة قدام قدام ماذا سيستخدم يعني هاي دي وأنا ما ألي حق أحكي لأنه أنا مني من ضمن المعارك الأرض أو القيادة اللي عم بتخد حتى ما ندائي مالا في دي سفينا ولكن من الخليل المتابعة بدوا يفهموا الناس في لبنان يفهموا الناس مش للعصد بس يعرفوا أنه اللي هلا عم بيصير وأنه توسع اليوم من راحة 8 والرد وطلع طيران إذا فتحت المعركة الحقيقية من أجل منع اليهود من تحقيق الإنجاز على أرض غزة راح تشوفوا شي مش شايفينه وأنا مش شايفه بس من خلال ما أعدوا لهم من قواتين عزين خليني أسأل سؤالي هون الربح بالحرب أو تحقيق الأهداف بالحرب لا يقاس أو الهزيمة بالحرب مثل ما كنا عم نحكي من شوي لا تقاس بأنه سأط كتير ضحايا أو ضمّرت غزة تقاس إذا إسرائيل انتصرت إذا حققت هدفه هدف إسرائيل كان القضاء على حماس لا هلأ لم يتحقق ولن يتحقق هذا الهدف لأنه مش هيك يعني منقول أنه منقضي على حماس وما إلى هونالي بس كمان بالمقابل هدف حماس لم يتحقق من خلال طفان الأقصى وهو تبييد السجون أو تحرير الأسرع أو ما إلى هناك طيب لحديث اليوم ما عنا رابح وخاسر بهذه الحرب صح؟ أكيد صح جواب تلي مش صح خلينا نشوف نحن المؤتمرات الصحفية لنتنياهو نعم هيدا هليف اللي لازم يروح على الحكم وأكيد رح يتحقق رئيس الأركان لا يعني أنا بقصد بسؤالي أنه كل التهليل أنه حماس تحقق انتصار أكيد يمكن على الجبهة العسكرية ولكن عم نحكي بتحقيق الهدف الأساسي من طفان الأقصى بعد لم يتحقق بتحقيق الهدف الأساسي من قبل مين؟ من قبل حماس مش هدفها كان طبيعي السجون؟ لا 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 ما عمنا شوف فسرنا شفضل شرحنا لا فسر لك هوني يعني ما فينا نقول أنه هدف حماس لحقيقة طبيعي السجون أو لا هدف حماس لحقيقة هو اللي صار اظهار هذا الجيش الكرتوني اللي شوفناه بسبع أكتوبر لأنه هلأ نحن بغضم المعركة تعالف شو لازم يصير كل ساعة لازم الأعلام المقاومة يحط صوراً هن وعن بيدعوسوها يصوروا هذا الجنرال اللي يشجرينه ما بارف ماذا بتنقال على بالكلوت تبعه على هادي هادي الصور هادي الانتصار أي التصفير ما يعدوا ما يعدوا أقرنان الشعب الفلسطيني بالسجن مش هدف حماس مين على هدف حماس هن قالوا لا ما قالوا الهدف قال نحن بدنا نصفر السجون أكيد بتحكي انت مثلا هلا مفكرين الناس قد ملسونا انه حماس عندها شي عشر الأسرة 97 جندي هلا يمكن يقولولي انت عم بتعطير أم فيه أكتر فيه أقل بس أنا قريبت بموقع أمريكي 97 جندي بيناتهم أربع جنرالات غير الضباط الجثت فيه خمسة وعشرين جثت برجع بلك هذا موقع أمريكي نعم خمسة وعشرين جثت يهودي بيناتهم بيناتهم كمان شي ثلاثة ومشان هاك هلا شو اللي وقف بيقال لهم بدل نتنياهو بيقال لهم بدل العسكرين ما بدل المدنيين وفيش متان مدني من ليه هربوا الفاتوا عغزة هني لو أحد تنصروا ينقطوهم هذا الانتصار وحتى ما بنا أقول الانتصار هذا الانجاز بالالفين وستة شو الانتصار حتى عندنا الناس نخفف للقصة شو صار قالوا اربحنا بالالفين شكرا مصبوط مصبوط طبعا بس باستراتيجيا العاني شو بالالفين وستة انتهى قدرة اسرائيل انه هي تشن حروب عدوانية على اي دولة من دول الطاق ادي روان عم تشترجع واكيد اهم شيء على لبنان لانه لبنان في قوة ردع الهدف الاساسي اللي هلأ بيان اللي عملته حماس واللي هيدا بنا نفكر فيه انه لن يستطيع هذا الجيش الكرتوني اللي عم نتفرج عليه مش هلأ جاب الدبابات وضربوا والامريكان لو ما دالسار يقالي يعطوه زخيرة بتصدق هذا الجيش اليهود اللي كانوا عاملينه بديفوت ع كل العالم يحتل ايران ويحتل هذا المكان عنده زخيرة متتذكر يعطوه مواخر هلأ بتاعش عم يبعتوله الفرودي اللي بينزل فيه على الانفاء الامريكان هذا الجيش اللي عم يحكوا عنه اذا الانتصار استراتيجي العالي انه لن يستطيع ما بقى في ساة انه هذا الجيش الاسرائيلي اليهود الكارتوني يقدر يحمي الدولة لذلك مين دخل راح البديل اجه الاصير الامريكي كل حملات الطائرات بس ليحموا انه ما حدا يقرب عليكم بدي اعطي مسأله لو كان هلأ هيدا عم نسمع ببعض الصالونات تفضل ما بدي فوت بتحليله لو يعني كيف بدي احكي بس لما صارت القصة متخيلة لو كان فيه قرار وفاتوا الشباب المقاومة على الجليل اكيد اخذوا نصف الجليل بالنهار سبعة وطول نصف الجليل هذا ماذا ننتظر لكان لذلك خليني بعد نحكي عن شو حقا اتحمان او القصاميون وكل المقاومة الفلسطينية والمعركة بس ما بنحصرة كمان بغزة بكل فلسطين بالمقاومة بالمقابل 37 يوم جلنت وهليفة وهذا تسموه بعد حملات الطائرات الوزير الدفاع الامريكاني المجرم الاصلي كانوا يقولوا انه 53 الولاية 53 الامريكان بكف حماس اكدت انه مظبوط هل طلعت ولاية 53 الامريكية الكيان اليهودي على فلسطين ساعة بدون يقضوا على حماس ساعة بدون يردوا الاسرة ساعة بدون مدر شو يعملوا بغزة غزة 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 قد حي من احياء بغدار لما فات لما كانوا عملوا عيد الله عيزة غزة بعد 37 نهار تنور التأثير ما شفنا تنورة شفتي شي أثير وين الاسرة مش واحد واثنين فيني ارفهم انا هالجيش هيدا الامريكاني وكل اللي اجوا وين وين الأثير فيش حرر شي أثير 37 نهار وبالتالي بعد ما في انتصار غسلة عن رعبتهم في انتصار بعد ما حرروا أثير ساعة هلأ اليوم اليوم نتنياهو بعدين نتنياهو نتنياهو مش أولمرت شو يعني نتنياهو مش جولدام هير نتنياهو أساس العقل الإجرامي ده الجيش الإسرائيلي هيدا بطل من أبطال هيدا رايش بدون يقتلوه بدون يقتلوه تذكريني هيدا ما بقى عايش هلأ هو متنوا يقوله ساعة بيقوله هلأ بيذكرونه على البنت اختمرت ماتي ساعة هو بيقول مدرمين اللقاء ساعة ليه لأنه انتهى هيدا مثلا بيقوله الشانس تبع العقل الإجرامي الإسرائيلي هيدا نتنياهو اليوم اليوم حماس حط الصوريخ تحت التخوت بالمستشفيات أنت عم تسمع تصريح عن ما التصريح أنت عم تسمع تابع بالمشافي وبعدهم اليوم بيقول جلنت هيدا كمان الوزير الدفاع تبعهم بيقول بيقول نحنا بدنا أكتر من سنة يعني كلمانهم عم يتراجعوا بالأهداف بينما حماس والمقاومة الفلسطينية حققت من اليوم الأول بسبع أكتوبر حققت الأهداف استراتيجية العليا أنه هيدا الجيش الكارتوني الإسرائيلي ما بقى يحميكن وبالتالي تابعي الهجرة المعاكسة كيف هربوا كيف هربوا واليوم ما عمليش هلا بالشكل شوفي هيدا الجنرال الألوف هيدا الإسرائيلي اللي بيطلع بشير يحكي بعد نص لال وشوفي لمحة أبو عبيدة لمحة أبو عبيدة عم بيحرك العالم أبو عبيدة وغيره برمزيته عم بيحرك العالم من الولايات المتحدة الأمريكية للصين هيدا مين بيعرف مين هو بتعرفي اسمه أنا ما بيعرف اسمه بيقرأ بيطلع أكتر شي عالجزيرة هلا قدني بيطلع بهذا بس أكتر شي بيعرضوه بالجزيرة هدا بيكتر حكي وقال لي وقلت له وقال لي هيدا هو الجيش لكنا نعرفه هيدا اللي كان يطلع يقولها هيدا المناظب يطلع ينحيها يضربها بالطيران مزوط صار هلا قال لي وقلت له وبعد ما فرجونا تنورة أثير تيشارت لأثير لشان هيك لا فيه انتصار استراتيجي وبالمقابل هلا فيه ناس ما بتحب هزيمة ونص وعلى فرد إجر كمان واضحة ما بدأ كتير هلا فيه ناس ما بدأ تصدق بتلاقي دي بالخبرية طبع المثال الصيني انه هاي نتفيقي واحد نايم بس واحد عامل حاله نايم ما اشرحي فيه ما فيك فيه طيب ما من شك يعني باتة من الواضح انه الولايات المتحدة الامريكية تتهرب او تتحاشى الحرب ما بدأ انه الحرب تكبر ودراثي شاية السفيرة جالت هنا في لبنان لي طلب هذا الامر انه حزب الله خلوه بعيد وما الى هنا ولكن من الواضح ايضا ان نتنياهو يرغب بهذا الموضوع وهو يقوم بسلسلة من الخطوات تدول على هذا الامر خصوصا انه كمان ربما اذا صار حصل وقف لاطلاق النار او صار فيه يعني تسوية معينة او ما الى هناك هو ذاهب الى السجن كما الكل بتايعلم او الى المحكمة اقله الى المحكمة لذلك لذلك هو يسعى لإطالة الحرب او لتوسيع رقعة الحرب هل سوف ينجح هذا الرجل بجر الولايات المتحدة الى الحرب وايضا من الناحية الاخرى هل سوف ينجح بما يقوم به على الجبهة الجنوبية عندنا بجر حزب الله اذا حزب الله يعني لا يريد الدخول بهذه الحرب الواسعة اذا نتنياهو يعني كان حربا السؤال انتنا بقول له مشاربك بيتشاربوش لا على الجبهة تالي نتنياهو رح ينجح هو السؤال مشاربك الواقع الفعلي مشاربك مشال السؤال ما بهم بس رح ينجح نتنياهو انه يجر الولايات المتحدة او حزب الله الى معركة الى الحرب الولايات المتحدة الامريكية يجر الكل قصحة تفدي هي تريد الحرب اليوم طيب ليش لكان وبايدن لمنزار المنطقة ارسل رسائل لايران وكذا انه ما تفوتوا بالحرب بايدن شو بدي بايدن بايدن هني بامريكا عم بيقولوا انه بنيعملوله تفضل تفضل فسر لنا الواقع بلينكن اول زيارة على 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 شوش عطل الربيع بس نزل شو قال انا مش هزير خارجية امريكا انا كيهودي خلاص عملوا الكلام مش بس هاك جيب هيرتوك تعطي رئيس الولايات المتحدة رئيس الكيان هذا بيكون شرابة خرج مثل الماكرون وهالورطة عند الامريكان عند الامريكان انا اللي عم بحكي انت اتفضل اتضحك وصل انت مخصي تفضل 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 جيب المنظومة السياسية ركب عليها غالنت وهالو دخلن وغانس هيدا الرجل تبعون وبالاضافة جيبوا جنراليات امريكاني عم هني هالو اذا مين بيكون عم بيقود للمعركة الامريكي الاصيل المجرم الاصيل الامريكي خليني كملك المجرم الاصيل الامريكي هو اللي الفات على المعركة مباشر عم بيقود هلا مشكلة الاصيل الامريكي شغلتان عنده هيدا انتبه هيدا الادارة الديمقراطية عنده انتخابات جاية وعننا عم نتابع نحن الصليفان وكاربي وكله الارة العادية البيت الابيض عم يتخابات بعض انه عم تخسروني اصوات صورة دم اهلنا ودم الاطفال بهيدا صارت بابترجم بالسندية للسندية الاصوات هيدا هيدا العطلة الامريكي المجرم الاساسي لذلك لذلك هيدا انه انا انا اه بدي اعمل وما بدي اعمل نعم بنفوت على الحرب بس هن اللي عم بيقودوا معارك الاجرام الهزيمة هالمرة ستكون للامريكان اكيد لليهود اللي هلا بيان انه بيجر بنتنياهو بيجر بدون مين يجروا هلا عملك هيدا شبح هيدا رايح بدون يقتلوه المنظومة اليهودية اللي بتدير كانت الكيان هي بدأ تقتلو لانه هيدا اذا قالوا فشل يعني فشل العقل الاجرامي طبعا هيدا الحاجة من الدمار والقتل والسفق هيدا كله ارهاب ارهاب مش لأهل غزة ارهاب لكل العالم انه شفتوا نحن اندقرنا لكو شو عم نعمل عم ندبح ودبابات وقتل ومين عم بيغطي في دولة في دولة بالحالم مجرس في دولة بالحالم بتقول لدولة تاني ما توقف يطلع نار وضد مين مش ضد عسكر ضد مدنيين ضد مستشفيات وانا اياه تمثال حرية اياه تمثال حرية صار رأسه تحت واجرات لوح ما بدنا نكذب عالناس لذلك لذلك لا مش بنتنياه اللي عم بيجر الامريكان اللي عم بيجر وكل ما عم تقرب الانتخابات الرئاسية الامريكية عم يضرب لفرامات ويقول انا ما دخلني طالوا بيركن يا شباب وبالمقابل كل ما عم تتصاعد المسيرات شو بدي لانه الامريكي ما بيحس بالمسيرات ببرات امريكا كل ما عم تتصاعد المسيرات بالداخل الامريكي وصيرها مثل ما عم بيقول كاربي وسوليفان والأرطة البات الأبيض انه نحن عم نخسر بالسنادية كل ما عم يجي تطلع يفين لامريكي لأ ما بدنا نرمي طولوا بيركن هون ما لازم وكذا وبعدين السفيرة الشي اذا برمت انا برأي شية وهوكستاين كمان مع يعني هلا بدي اسألك ماذا تتضمن شو تتضمن زيارته لهوكستين انا اللي اللي وصل لي ما بعرف انه ما حكي بهايدا بس انه في موضوع انه ما يسير فيه اعتداد قصبت انه الجبهة خففت ليه الجبهة او متعد او حزب الله ما استلم شي بس خليني اي اي تفضل اي بس اللي قال هو نحن بنعرف بالجيش لانه في ناس عاملين دورات بامريكا اللي بيسوق الدبابة بس بيسوق الدبابة مش متل عنا واللي بيرمي بالمدفع بيرمي بس مش بيرمي مدفع ودبان متل عنا بيصير يعمل كل شي وبيصير نحن نعكش نحن شو نفكر متل لما اجا اجا شو اسمه هدا باي ولا اجاوش بوش الابن باي الاساسي اجا عمل زيارة عيام رئيس الهراوي صاروا لبناني حم نقول انه هو موث بالقصو الجمهورة قالوا لانا اكس برئيس دانت انا ماشي هيدا العقل اللبناني انه ايجا هوكشتاين مواجه رسالة مواجه شي هوكشتاين ملف الترسيم اجا الزاوية اللي حكي فيها هلا انا بيقولولي انت عمتلك شو كنت عاعد اي انا ما كنت عاعد بس سمعتها انه انتبهوا ما يصير فيه غلط ينضرب كريش يصروخ ها هي الرسالة مرة طيب انا اعملك هيدا معلومة هيك طيب انا رح اسألك عما هيك كمان معلومة اخرى او معطيات اخرى او ما كتب يعني بمحلات معينة انه قطى هوكشتاين ليفتح قناة لاستعادة الاسرة الامريكيين لدى حماس من خلال اللواء عباس ابراهيم بقى بدي احكي ما بدي احكي اوكي لا قللك لا ما بدي احكي لانه قلتلك شو مش شغلته مش شغلي طاقستاني يتعطى بالرهين اوكي بس لا في نقطة اوكي هيدا هوكشتاين واحد اسرائيلي 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 ومن المعيب ومن العار انك تقدي معه وهيدي نقطة سودة بكل واحد عاد معه مين ما كان يكون رئيس بري كمان رئيس بري كمان مين ما كان يكون هلا رئيس بري بيحكي انا انا بالنسبة لالي انا بالنسبة لالي اللي قاعد مع هوكشتاين بظرف دبح اهلنا بغزة معيب اوكي خلينا اخد بريك ومنرجع بعد البريك بدنا نحكي شوية عن الملفات الداخلية وطبعا عن القمة العربية بريك ومنرجع من الو تي في نواصل هذه الحلقة الخاصة مع العميد مصطفى حندان من رحب فيك مرة جديدة قبل ما نقول على الملفات الداخلية لانه كمان مهمة جدا ارتباطة بالملفات الاقليمية خلينا نحكي شوي عن القمة العربية الاسلامية يلي حصلت بالمملكة العربية السعودية كان فيه مثلا من الملاحظات التي رفعت على البيان الختامي انه لم يتضمن اجراءات عالية تستقف تجاه العدو الاسرائيلي كسحب السفراء على سبيل المثال للحصر وثانيا لم يتم ذكر حركة حماس بسبب انقسام في الاراء حوله شو رأيك بهذه الملاحظات هلا اول شي بالنسبة للقمة العربية اللي توسعت وصارت قمة عربية اسلامية نعم اه انا بحكي نبض الشارع وانا مواطن عربي ما كانت يعني خليني يقول بيزعل 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 معا انه نحن عنا مندافع عن بعض اللي شاركوا ومع احترامنا لكل الدول العربية كانت مخيبة للأمال هلا مين اللي عملها مخيبة للأمال هون المقطة بالخبسنة السياسية مين هلا في دول مشاركة ممكن انه بدتتظل هي لوحدة ما حاول اسمها ما تقولي لي ولا اسمها اوكي تكون هي لوحدة اللي عم بتفاوض والامريكي والاسرائيلي بتقولك ليه بعد انا اعمل هال هال هايصو متل ما شفتي يعني الناس ما اطرتها بالاخر ظهرت معد حدا اللي اهتم من فيهم كلهم عشترا كيف يعني فيه مثلا ملاحظ انه الصورة الجمعية ما حدا حتى من الاعلام العربية نعم تم واحد مرة عشترا كيف فهيدي اذا يمكن في دول بقلب اللي شاركوا بالقمة ما كان بدون يعطوها الاهمية لانه الامريكي عم يحكي معهم مباشر والاسرائيلي عم يحكي معهم مباشر ممكن هايدي خبسنة سياسية ونحطها الجنب بس نحن اللي كنا عم نقوله وهون ما عليش خليني يعني بدي وجه التحية اللي كتبوا او التحية والتقدير الاحترام اللي كتبوا وليد جمبلات مهم جدا نعم معبر كان عنده تغريد اليوم وهيدا برجع بقول نحنا اللي بيخلينا دايما برغم الخصام السياسي اللي بديك نحن وليد جمبلات ولكن السوابت كمال جمبلات وعمقه بفكر وليد جمبلات وبفكر الحزب التقدم والاشتراك وبفكر الجبال هيدا كله نحن نعتبره جزء من من سوابتنا وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مهم جدا اللي كتبوا وهي الحقيقة ونحن كلنا بس خلينا نقول للمشاهدين ليلي ما تابع شو يلي قالوا الأستاذ وليد جمبلات لأنه بدي أحكي فيها هلح يعني بما معناه طبعا مش بحرفيته أنه من بعد كل هذه القرارات التافهة اللي ما إلى معنى يعني اللي طلعت أو أنه ما طلعنا بوقف إطلاق نار أو بتحريق أو بما إلى هنالك لا لزوم بقى لا لقمة عربية ولا لأي قمم أخرى يعني بهذا المعنى فعلا كان يعني يعني هيك أصار إعجاب اللبنانيين أكيد أعملك نحن 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 مش صاحبة بتناه بيقوله بس ضغل بيختر عبالك ثوابت كمان الجملات خاصة فيما تعليق بقى دي فرنسيين طبعا ما أنت قلت المقررات الكاملة خبر خبرية من قامك من المبادرة العربية المفروض كان على القليلة يتمسكوا فيها ويزدوها هلأ اللي فيها حق العودة اللي الرئيس الحود أدخل عليها حق العودة بالألفين واثنين نعم تعرفي شو بيقل له النتنياهو لأنه الرئيس الحود رفض دي تظهر المبادرة وقته تعرفي كان عمل الأمير عبد الله كان بعده أمير عبد الله بن عبد العزيز وما كان حاطين حق العودة فريدمن لما كتبه ما كان حاطت فيها حق العودة نعم انتبهوا المستشارين ولفتوله نظره المستشارين يعني أستاذ رفيق شلالة وقته أنه ما مفي حق العودة قالوا له للرئيس الرئيس كان موقف صارم أنه نحن ما ممكن نقبل مبادرة وتسموها مبادرة بيروت إلا بحق العودة واصطدموا هون مع اللي بدون يمر المبادرة كيف معي ووقته كان كولين باول وزير خارجية كان نتنياهو وزير خارجية الكيانة اليهودية مع الحكومة الاقتلافية برئاسة شارون شوفي عقل نتنياهو العقل الإسرائيلي كيف بيطعطها مع القمم العربية لما قالوا له أنه مش قبل رئيس القمم لكولين باول اتصل بنتنياهو اتصل فيه أنه في مشكل بالمبادرة تعرف شو بيقوله نتنياهو حرفيا شو بيقول بيقوله ما تحطوها بالمبادرة أنه خلوا المبادرة متماعية حطوها بالمقررات يعني مقررات القمم متل ما عم بتقول زدت وامشي يعني اتصور النتنياهو من 2002 وضروري تعرف كيف بيفكروا لذلك نحنا شو عمد كنا عم نقول وعن جد في أمل كبير كان بالدول العربية وخاصناها الغز انطرناها ومش بس القمة إسلامية نا نا صاعد طيب اللي عم بتهم شو حالكم شو نبض الشارع تبعكم اعملوا نبض الشارع نبض الشارع عمران شو هني مثل ما كاتب وليد جمرات أول واحد وقف التطبيع وقطعوا العلاقات ردوا السفرة يخي ما بدك تقطع العلاقات مش مسترجل خايفية من الأمر كان رد السفير على ضيعته على 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 تل 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 أبيب ردوا هذا الميليمم النقطة التانية المهمة التهديد عمنا لهم نستعملوه التهديد حتى ما باستخدام سلاح النفط يخي يتمثلوا بالكراد الملك فيصل بالتلاتة وسبعين أهم سلاح كان داعم لسوريا ومصر كان هو سلاح النفط أنا ما عملكون طعوا ضغرة لأنكم يمكن كل واحد عنده اعتباراته هددوا لذلك ما بدكن يعني بالميليمم طعوا هين يعني وأنا ما ما بدي لزيد أحدا ولا ولا أنا عميجي من الدول العربية مثل أميقول هلأ كلنا نحن لازم نروح نحارب نحارب من أجل فلسطين اللي هي درة درة الأمة كلها وهني بيقو كل واحد بيقو بيكون رايحة فلسطين اللي عم بتهم شو حالكم كان المفروض وبعتذر نقول كان المفروض كنا نتمنى عليكم يا قادة العرب ويا أمة العرب ويا أمة المسلمين يا أمة المسلمين يا قادة أمة المسلمين ألفوا لجنتان اللي جان ما قبرت له ده خيب قبل لين صارنا بدنا الميليموم منكم ألفوا لجنتان لجنة تتبحث في عملية التطبيع نعم وإعادة السفراء لجنة وخاصة أنتو لما رحتوا على التطبيع أكتريت الدول العربية مش لعنكم أنتو محبين للسلام كنتكم كنتو خايفانين على الأنظمة تبعكم وإجا الأمريكاني هدتكم قلتوا أحسن شي نرضي بالربيب تبعه بالبيبي تبعه من روح من نلوز للبيبي تبعه عفاك نحن ويبنا نعمل السلام عم بسطة بس هيك الحقيقة كنتو خايفانين من الولايات المتحدة الأمريكية رحت عملتوا تطبيع طيب الولايات المتحدة الأمريكية بالتركيب العالمي جديد مبين هيد الهيمن الإحادية عم بتهر البعبه والبيبي تبعه اللي بيخوفكن مبين شو صار فيه على قايدة أهل فلسطين طب نوصل هون للشي اللي قاله الرئيس الأسد الوداع العربية بتزير الشراسة الصحيونية وهيدي مهم لذلك علل يخي عللش راستك شوي لا تواجه أنت لذلك علف لجنة تدرس التطبيع كي بدك توقف التطبيع كي بدك سحب السفراء وعمل لجنة تانية ما عم نقول لكم يعني لجنة تانية على القليل كان يقولوا علفنا لجنة تانية لجنة تطبيع ضد التطبيع أو دراسة كي بدنا وقع في التطبيع لجنة تانية التهديد باستخدام سروات العرب بترول العرب للعرب والكاز والغاز والمزوت هيدا سلاح بإيدك هيدا الدم الفلسطيني نقطة الدم بكل شي فيه أبار على امتدادها الأمة من أولة لآخرة يخي ما طلب يملك المينموم قول هدد هدد بدي أبطع كله هيدا كان ففاش بس وين نقطة نسيوا هني أنه بالربيع العربي اللي نحن نسميه سقيع سقيع عربي نزربوا بالأسور طبعا أنا مش أنا عم بحكي فيه ناس انزربت فيه ناس انشالت خير هيدا بدأمتك وهيدي هيدا ما أفصى أنه فيه استهداف فساد وما فساد هيدا فلسطين عمول بتاريخك كنتوا كلكم هيدا لكم عمولوا ضرب واحد مش هيك أنا عم بحكي كمواطن عربي وكمواطن لبناني كمان ما بنرجع من قصة أنه لا الرئيس مئاتي عمل شغله بدي أسألك عن الرئيس مئاتي اسملا عليك عن جد بتفتح لي المواضيع اللي أنا بكون محضرته أصلا الرئيس مئاتي رئيس مئاتي البعض رأى ببداية الطفان الأقصى ببداية التطورات العسكرية أنه كان فيه هيك أداء خجول لحكومة تصريف الأعمال أو يعني لم يواكب التطورات حجم التطورات اللي حصلت خصوصي أنه تأخر الرجل للدعوة لمجلس وزراء أو للتشاور مع وزراء أو لخطة الطوارئ أو ما إلى هنالك اليوم ثمت من يرفع له القبعة لهذا الرجل بالاتصالات والمشاورات والأداء الديبلوماسي والسياسي يلي عم بيقوم فيه ويقال أنه هذا الرجل ما عم بيغلط سياسيا وديبلوماسيا بالاتصالات اللي عم بيقوم فيه شو رأيه كيف شايف أداء الرئيسي أنا بوافق الرئيس يعني قاصة نبرجع بلك نحنا كان لنا عتب على الرئيس مش عتب كنا على خصام ومن موقعنا السياسي أنه ما لنك مضطر أن تتكون بيظل غياب رئيس جمهورية لبنان تشكل غطاء لمنظومة أو لتفسخ منظومة الطواف والمذاهب الفيدرالية يعملوك غطاء لهذا الموضوع بغياب رئيس جمهورية نحن عم ندافع عن المعلومات لا يعنونا كمنظومة مذاهب الطواف والفيدرالية بس حتى بها ما لنك منترك نت بالفترة السابقة قبل قبل 7 أكتوبر بتقولون أنت غطاء لهذا التفسخ طبعا هن نحن بدنا يقشته هاي دي نقطة ولكن فعلا ونحن واقعيين ومتنبولي حق قوي بس بلشت 7 أكتوبر بلش يبرز موقف للرئيس مئاتي مهم جدا أول شي بالخوف من الانزلاك في مكان ما وكان متفاعل مع من بيده القرار يعني كان متفاعل من جاي منصب حاله معادل بالعكس كان عم يحكي بعقلينية مع من كان يمكن أنه يخلنا دايما بقول الحزب الله والمقاومة مع أنه هن عم بيزنوها أكتر يعني أنا عم بيزنوها أكتر كمان بس كان هو متفاعل متفاعل بالموضوع النقطة التانية حركته العربية كانت مهمة جدا قبل القمة حركته العربية بتذهب أنه نعم تشاور مع عدد من الخارج نعم مش بس تشاور وكان فيه قبول فيك تتشاور وما عدن يقبلك ما ياخدك بالن كان فيه قبول عند الدول العربية شفنا كل الدول استقبلته وكان هو عم يشتح الموقف اللبناني بموقف سلام الأهم لما أجيه وبدو يتنطحه وما كنا شافينا بالمرحلة السابقة كانت إذا بدو تزور شي خزمتش بشي محال يعني بالحال وصار هو على التسقف وصار هو داير الأمة هذا العقل اللبناني لأ كان كتير واضح بكل المقابلات اللي كانت حسب ما سمعنا والبيانات اللي معش هي بتحديد الموقف اللبناني بدأته واللي أنا بيقلك عطى تطمينات أنه نحن مش رايحين بكرة على الحرف بقى لا شك أنه الرئيس المئاتي كان بهاي المعركة معركة ما بعد 7 أكتوبر على الصعيد اللبناني كان متفاعل جدا بإدارة هذه الأزمة مع شغلة واحدة ما حيقدر يديره أسط المصاري اللي سرقينه مش هو ما فيه عمله خط الطوارئ وللأسف لأنه لبناني حتى ما يكز برات مش هو هو من مشارك بالسرقة بسرقة المال العام لكل واحد قاعد على الطاولة كان بالمرحلة مشارك أنا أبنى أنا أبنى سألك رأيك لا يبعمل لك حلا هو يمكن مثلا هذا بس كل واحد أعاد على الطاولة بوقت كان مشارك لما بنفوت هذا جدل أعتبر ناني ماضي على فيه شيء أهم لذلك أنا شو عم أقول هلأ مثلا قصت الطوارئ روح ضد هلأ مش معروف بنام بدأ تجي هذا التمويل لخطة الطوارئ كمان لأنه حاكم مصر في لبنان بالإينابي بيقول أنه أنا ما بديين ما خصني ما فيه مساري ما راحوا جنسينا مع الحرب نستنا عرضوا مصريات العالم سرقون خلص ما منعود خلص مصاري في شيء جديد بالملف المالي ما زال عم نفتح هذا الموضوع أنا ما تطير هلا تكون طالع غبرة الحرب أو غبرة حتى ما تخاف الناس خير ما في حرب بكرة ما مش عم تتابع طيب ملف رئاسة الجمهورية قديش اليوم محطوط على الرف والغبار عم ياكلوا من وقت طفان الأقصى هاي دي كنا نقولها نضيحة الفضايا أنه نحنا جمهورية بالغراس هلا صارت جريمة الجرائم عدم وجود رئيس الجمهورية هلا بيلولي ما هو المسيحي المسيحي بالتحديد المسيح ما بيلولي أنه ما هو مسيح لشو دروتول المسيحي عدم وجود رئيس الجمهورية المسيحي في هذا في هذا النزال أو في هذه المعركة مش قصة فضيحة قصة جريمة الجرائم بالأول كنا نحمر أهلا المسيحيين بالتركيبة الطائفية المذهبية للبلد أنه أنتوا نزالوا بالقوة هلا أنا هم بحكي بكل دق أو شففية على المسلمين قبل المسيحيين وعلى المقاومة مع أنه بعرف مش هيدا بتفرض بسيء جزء من السياسة بكرة الصبح بكرة الصبح نزالوا انتقبوا رئيس جمهورية وألفوا جيبوا رئيس وزارة وألفوا وزارة وعينه قائد جيش وبنك مركزي وكل التعيينات وخلينا نكون مستعدين للمعرك الكبرى مع اليهود جريمة كبرى ما يكون بكرة الانتخاب بكرة وأنا بدكم هيدا الاستعدانات إنه هيدا بيجي وهيدا بيجي ومين بيطعم بظهر المقاوم ما حدا اللح يطعم بظهر المقاوم إن اللبنانيين هلا تصوري لوان عمال حمحدد مصيبت المصايب مش قصة فضيحة أو حرف جريمة كبرى أن لا يكون اليوم في هذه المعركة رئيس جمهورية وبصوت عالي مسيحي مروني حتى ما يقولوك كمان بدنا نبيع الكرسي عمال معروف لا عم بمزع عم بمزع طبعا بس خليني تعمل أكيد ما مش حيعملوك سوبرمانية بس على القليلة 60-70% يتحسن وضعنا الداخل بهيدا كلامك خليني هيك اتذكر تغريدي للنائب بغستان عطالة نائب شوف من منطقتك كتب مبارح على أكس وكل تحيل له حبيبنا أكيد ما أحواجنا اليوم إلى رئيس عربي مسيحي مشرقي يدرك جيدا المخاطر التي تحتق بلبنان ويعرف كيف يقود السفينة ويوجه لبنانيين على اختلاف طوافهم باتجاه الحق والضمير الوطني والإنساني هذا ما تفتقده القمة العربية الإسلامية الحالية الرئيس اللبناني المسيحي المشرقي مليون بالمئة مليون بالمئة العدو الأساسي لهؤلاء اليهود على أرض فلسطين هو مسيحي المشرك بدسك سؤال مين دايما كان يكونوا سبب بتحجير المسيحيين من اليهود من فلسطين هجروهن يستخدموا هالأحوالي الدواشة لا طبعا طبعا واصلا المسيحيين إلن بالإدس والأخطر على الكيان اليهودي هو هذا الوجود المسيحي في القدس بعدها اليوم مين أهم كل يوم الصبح من إحنا من نستنشئ نستنشئ هيك الروح الصمود والتصد من رسالة المطرانعة طلع حنا كل يوم الصبح هايدي بتعطيك الأكسجان تعرف أنه حلم المسيحيين أن يزوروا القدس وأن يصلوا بكنيسة القيامة وأصلا يعني هن مناظرين ما أحدا ما أحدا هجر كسنجر مش مين هو كسنجر يهودي وبلينكن وكايلون مين اللي عم يترضن للمسيحية مش الإسلام مش عم بيحكي أنا إسلام مسيحية بس هيد الحقيقة نعم كل عون العايشين بس إجا اليهودي بس تعرف حضرة العميين لذلك يحلوا للبعض يحلوا للبعض مع الأسف مع الأسف يحلوا للبعض أن يعني هكي يقول للمسيحيين أنه أنتوا ما أقلكن بالإدس أو أنتوا ما أقلكن بالنضال أنتوا نحن المسلمين نحن مع الأسف لا مش لا يدخط يودي طيب رحلك أكتر على قصة أنه ما حدا مبيط عن المقاومة الظهرة نعم والمقاومة مش برجع بقول مش بس عمرار حزب الله كل الناس طبعا طبعا طيب بالإخيراني أحد السفراء الجل العرب نعم هون بلبنان عندنا بلبنان نعم ظهر أحد الأشخاص اللي أنا لأن كان غلطان اللي ما نفكر أنه عنده موقف منيح من القضية سياسي استغربت قال لي موقفه من القضية الفلسطينية أم من موافق ما بدي يسمي طبعا اليوم اللبنانيين بأكثريتهم وعم بحكي بالقوى السياسية بأكثريتهم موقفهم كتير مهم تجاه القضية الفلسطينية مجرد يحكوا بيبين قدام مستوى الغباء والتفاهة والسخافة عندهم يعني ما الضحيل وبعدين ماشي قولي مثل ما بيقولوا بيجبوهن يعملوا الترندات بس بالواقع استراتيجي الحقيقي اليوم الموقف اللبناني كتير كتير مهم يجب أن يترجم بكرة عملك جريمة بكرة الصبح لازم اللبناني يفق يلاقي دعوة لجلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس مين بما حضر على مبناء اه اطفالت بالدستور لازم يكون في رئيس جمهورية مسيحي مثل المشرق بكرة قبل بعد بكرة وهيدي بتريحنا جميعا بهيدي المرحلة والعزمة طيب ليش البعض عم يربط نتائج طفان الأقصى بانتخابات الرئاسة من شين هيك الرئاسة مؤجلة اليوم يعني سمت من يقول انه قبل ما تخلص طفان الأقصى تداعياتها ما رح ما رح يكون في عنا رئيس للجمهورية عم يربط هذا الموضوع بهذا الموضوع ايش طفان ايش طفان ايش طفان ايش طفان انا ما بدي فوت بهذا التحليل لانه ما شايفه منطقة بس انا اللي عم يعني تكون واضحة اكتر انه كمان سمت من يقول انه استثمار نتائج طفان كاملي كاملي ايه تفضل لا خلص ما زل عكفة نجاوب نتفضل لا 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 والله لا لا العالم تعرف الفكرة على حالاتها اي استثمار نتائج طفان الاقصى هل سيكون في الداخل اللبناني سياسيا يعني بتنبلورة اكتر مرشح السنائي او محور المقاومة رح يكون هو رئيس الجمهورية في حال انتصرت المقاومة يرايك مخليتك ما بدي جاوب ما قلتلي كاملي يلا شو لا بابزح معك هلا بس محب طفان الاقصى طفان الاقصى يا حضرة العميد هاي دي تحليل عم تعمل التحليل ما قلتليك فيه فيه تحليل نسمعه مش مني كانت فيه تحليل لا انا ما بقى بالاسمع ما مش عارض كمان ما عندي حرية رأي انا ما بقى بالاسمع هاي بحاجة مين بديو استغال طوفان الاقصى بتعرفش طوفان يا حضرة العميد هي منا امور انه معيبة ولا شي لا معيبة مش معيبة يعني 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 بالحرب فيه خاسر وفيه رابح وليش لا الخاسر خاسر طوفان الاقصى رح يغير صورة العالم والمنطق رح يتغير صورة لبنان عظيم كيف بدنا نتموضع نحنا كلبنانيين بعد طوفان الاقصى فينا نتموضع يعني ما رح يكون في عنا رابح وخاسر عن جد عم تسنين سوال اكيد اكيد رح يكون الرابح رابح والخاسر خاسر او رح يكون في تسويل الرابح رح يكون ربحان بعدني عملك في كتير عالم مع القضية الفلسطينية مين قال انه فقط لانه ما بحب انا حكيها كمان انه بس السناء الشيء هني رح يستفيد اللبنان كله رح يستفيد من الاقصى وبعدين بعدين لك من اللبنانية من ايبين كمان شو يعني يعني حتى اللي مش هلا فات بالمعركة تركين الحزب وهون خلين بيض طالما ما فتحتين اطلق ايه تفضل بعد معنا اربعة دقائق بعد بدي اسألك عن التنزيد لقائد الجيش تفضل حرام والله حرام انا عم بيحكي وجداني ونحن المرابطون جزء من من هال من هال اللي بنعتبر انه فلسطين كل شيء لقلنا نحن اولاد بيروت اولاد لبنان نعتبر فلسطين كل شيء نعم ومستعدين هلا امكانياتنا لشك منحطة بالمعركة بس حرام في ما بعرف قديس صار عدد الشهداء مع انوا عم تبعون وانا ما بحب عشرات الشهداء ولادنا نعم الجنوب اللي عم بيضحوا كلمات كل لبنان اصحادني ومش بس في شهداء عسكريين مقاتلين في مدنيين في طفالة خليني احكي بالعسكريين طفالة رب هيدول هول عم بيقاتلوا مش بالداخل لبنان هول عم بيقاتلوا بوج اليهود هول عم بيقاتلوا نصرة للي كل يوم نحن بنفتح التلفزيون بنشوف دم الأطفال واشلاقهم معيب معيب انه ما يحس كل لبناني انه هول جزء من حصانته وصيانته وشرفه وكرامته انا ما عم بحكيش وانا ما عم طالب من حدا نشير بس هيده حقيقة لذلك نجي منقول نحن بدنا الطوفان الأقصى اللي في شي في شي بالمعركة بدنا ننتبهله بعد معي ديقتين التمديد لقائد الجيش هذا احتمال شو طيب كان هو موقفة معروف قائد الجيش الحاكم المركز القيادات الأمنية الكبرى حق لا يمكن ولا يجب وهي دي أنا من النقط اللي كنت اخذ عليه للرئيس النقطة حق الرئيس المسيحي أن يمضي على المرسوب ونقطة على آخر السطر هذا حق رئيس الجمهورية المسيحي ما عدا يلعب فيه مشانها ماذا عنوجد النظر التي تقول أنه نحن بظروف استثنائية ما فيه ظروف استثنائية حاجبا غير نضح لما بدنا بنعمل ظروف استثنائية لما بدنا بنعمل ظروف استثنائية فيه تركيبة لبنان وظروف الاستثنائية أيها الظرف استثنائية نمدد لقائد جيشو أنتخب رئيس الجمهورية وطنيا أيها هام طبعا أنتخاب رئيس الجمهورية بيجي أنا بقول بدي مرأة لا أحاب أحاب بحق اللي بده يتمدده أنه بدي مرأة شو تمرأة مين بده يمرأة أنا بعرفه للعماد عن باحترامي لأله من شاناك عم بقول ما بقبل شو هالخبريات بآخر ديقة شو بتقول لللبنانيين ما أنه أنا لما بحكي بهيد قصة الرابط بين جبهة غزة والرابط والجنوب مش عملكم بكرة الحرب نحن اللي عم يعملوا أهل غزة المقاومين من كل الأطياف الفلسطينية رح تمنع الحرب عن لبنان كل ما بحققوا انتصاراتهم بغزة كل ما نحن بنرتاح ما في حرب لأنه برجع بأكد اللي بده ياخدوا القرار يزين المعادلة الداخلية المعادلة الداخلية كتير بدقة ولحد هلا مثل ما أثبتنا أهم بكتير من أنه نفوت بحرب بدأنا تفحقها لذلك ما أنه أنا ما أخوفكم كل ما تربح غزة كل ما تكون عم تحمي الدم اللبناني وهذا الشباب اللي عم يضحوا هنا عم يرضعوا عم يرضعوا بهالمرحلة هذا العقل الإجرامي اليهودي شكرا لألك حضرة العميد مستقيم على هذه الحلقة فعلا أغنيتنا بتشكرك وإلى اللقاءات دائمة ومستمرة مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم هذه الحلقة الخاصة إلى اللقاء